السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في رحابي اللغة العربية للسنة السادسة ابتدائي إذن اليوم لدينا نص مسترسل تحت عنوان أرسم وطني في الصفحات 48, 49, 50, 51 إذن هذا النص هو في صفحتين وهو قصة من أرسم وطني ضمن مجموعة بعنوان في حب الوطن للقاصة زينب بيكو إذن ننتقل إلى الإجابة يعني الأسئلة عن أربعة أجزاء نبدأ بالجزء الأول إذن السؤال الأول أتوقع أبدي رأيي في عنوان النص هل يمكن رسم الوطن؟ إذن يمكن التعبير عنه عن الوطن برسومات السؤال المعجم أحدد معاني الكلمات المرسم المرسم هو مكان الرسم العنان الحرية أطلق العنان يعني أطلق الحرية لخياله وعقله لكي يبدع تفتديهم تقدمهم فداء إذن دراسة النص، نوعية النص، النص هو عبارة عن قصة، صاحب النص هي زينب بيكو، مصدر النص من قصة أرسم وطني ضمن عنوان في حب الوطن إذن ننتقل إلى أسئلة أفكر وأفهم ماذا طلبت الأستاذة من تلامدتها في حصة التربية التشكيلية؟ إذن طلبت منهم أن يعبروا برسومات عما يعنيه الوطن بالنسبة إليهم السؤال الموالي بما شعر الأطفال ولماذا؟ إذن شعر الأطفال بحماس ورغبة كبيرة لأن يريدون الفوز بالجائزة ماذا رسم سعيد وماذا رسمت فيروز؟ إذن سعيد رسم أما تحتضن أولادها وتحرص على سلامتهم وتوفر لهم كل ظروف الراحة ومعاني البهجة وتفتديهم بكل غال ونفيس أما فيروز فرسمت كتابا مفتوحا تصدع منه شمس مشرقة أشيعتها سؤال المواليم المكان الذي تجري فيه أحداث الجزء الأول من النص إذن في المرسم يعني في مدرسة في مكان يرسم فيه المتعلمون كما هو مبين في هذه الصورة سؤال المواليم الشخصيات الرئيسية في هذا الجزء إذن الأستاذة منية وسعيد وفيروس إذن هذه هي الشخصيات هذا الجزء السؤال في أتى المواليف أرقب وأقوم أحدد الفكرة العامة للجزء الأول من النص إذن الفكرة العامة هو تنظيم الأستاذة مسابقة في الرسم بين التلاميذ موضوعها التعبير عما يعنيه الوطن بالنسبة إليهم السؤال الموالي أعبر عن مضمون الجزء الأول بأسلوب الخاص إذن نظمت الأستاذة مسابقة للتلاميذ في الرسم موضوعها التعبير عما يعني لهم الوطن شعر التلاميذ برغبة كبيرة في الفوز بالجائزة فأطلق العنان لخيالهم فرأى سعيد في الوطن الأمة التي تحتضن صغارها ورأت فيروز في الوطن كتابا مفتوحا تصطع منه شمس مشرقة إذن ننتقل إلى الجزء الثاني أتذكر أذكر بخلاصة الجزء الأول من النص إذن الجزء الأول يتحدث عن تنظيم الأستاذة لمسابقة في الرسم موضوعها التعبير عما يعني لهم الوطن شعر التلاميذ برغبة كبيرة للفوز بالجائزة فأطلق العنان لخيالهم في الرسم والإبداع إذن أسئلة المعجم أقرأ الجزء من النص قراءة سامتة وأحدد معاني الكلمات سكينة إذن هي الروح الضريفة النشيطة تتلج تطمئن إليه عبق عطر وأريج أفهم وأفكر كيف عبرت منية عن الوطن في لوحتها وبما عبر عمر عن الوطن في لوحته إذن عبرت منية برسم يد سخية رقيقة تأخذ بيد صغيرة ضعيفة فتقويها وتدعمها ليشتد عودها مستقبلا أما عمر فعبر عن الوطن بأطفال صغار يجمعون القمامة ويضعونها في سلات ثم ينقلونها إلى أماكن إعادة التدوير ليصنعوا أشياء جديدة السؤال الموالي كيف تلقت الأستاذة فكرة عمر إذن أعجبت الأستاذة بفكرة عمر وأثنت عليه السؤال الموالي بما عبرت هند عن الوطن في لوحتها إذن عبرت هند عن الوطن بالتراث وبالعادات والتقاليد المختلفة باختلاف الجهات والأقاليم من الشخصيات الجديدة في هذا الجزء من النص إذن عمر وهند إذن السؤال الموالي في أقوم أحدد الفكرة العامة للجزء الثاني من النص إذن رسم لوحات معبرة لكل من منية وعمر وهند عما يعنيه لهم الوطن أعلق عن فكرة هند الوطن عادات وتقاليد مختلفة باختلاف الجهات والأقاليم يعني أن الوطن فيه العرب والأمازيغ والصحراويون والحسانيون وهذا التنوع خلق أعرافا وتقاليد أيضا مختلفة السؤال الموالي أعبر عن مضمون الجزء الثاني من النص بأسلوب الخاص إذن عبرت منية عن الوطن بيد سقية تأخذ بيد ضعيفة فتقويها وتدعمها أما عمر فرسم أطفالا صغارا يجمعون القمامة ويضعونها في سلات وينقلونها إلى إعادة تدوير وهند عادت إلى الماضي وذكرت بأن الوطن هو أصل الحضارة فهو عادات وتقاليد مختلفة إذن الصفحة الموالية صفحة 51 فيها الجزء الثالث والرابع إذن سؤال أول أتذكر بخلاصة الجزء الثاني من النص إذن عبرت منية عن الوطن بيد سخية تأخذ بيد ضعيفة فتقويها وتدعمها أما عمر فرسم أطفالا صغارا يجمعون القمامة ويضعونها في سلات وهند ذكرت بأن الوطن هو أصل الحضارة فهو عادات وتقاليد مختلفة إذن أحدد معاني الكلمات خفاقا يعني مرفرفا في العلاء يعني في السماء ربطت ضربته بيدها على جنبه قليلا واثق يعني متأكد منه السؤال الموالي في أفهم وأفكر ما الشخصية الجديدة في هذا الجزء إذن أحمد هو الشخصية الجديدة السؤال الموالي ما التوجيهات التي قدمتها الأستاذة لتلامذتها في هذا الجزء إذن قدمت لهم ملاحظات حول اختيار الألوان وضبط الخطوط والضلال السؤال الموالي لما اختار أحمد رسم العالم الوطني بما علل أحمد اختياره لأن العالم الوطني هو رمز الفخر فيه تلاقت كل المعاني وبه تعلقت كل القلوب أركب وأقوم أحدد الفكرة العامة للجزء الثالث من النص اقترح عنوانا مناسبا للجزء الثالث من النص إذن الفكرة العامة هو توجيه التلاميذ من طرف الأستاذة واندهاشها لفكرة أحمد عنوان مناسب إبداع أحمد أبدي رأيي في جواب أحمد لأن العلم هو رمز الفخر فيه تلاقت كل المعاني وبه تعلقت كل القلوب يعني يعتبر العلم الوطني رمزا للهوية الوطنية والانتماء السؤال الموالي هذه أرسم لوحة يعني هذا أدعم اليدوي يعني حس حركي إذن أعبر عن مضموني الجزء الثالث من النص بأسلوب الخاص بينما تتجول الأستاذة بين التلاميذ وتوجيههم وتقدم لهم ملاحظات حول اختيار الألوان وضبط الخطوط والضلال تفاجأت لتعبير أحمد عن وطنه بالعلم الوطني الذي يدل على رمز البلاد والهوية والوطنية إذن الجزء الرابع أتذكر أسماء المشاركين والمشاركات في مسابقة الرسم إذن هناك مونية وهند وأحمد وسعيد وفيروز وعمر إذن معجم الجزء الرابع أقرأ الجزء الرابع وأحدد معاني الكلمات إنجازات يعني أعمال لجنة التحكيم هي الأعضاء الذين يحددون الفائز أفهم وأفكر بما توجت حصة التربية التشكيلية إذن توجت بفوز الوطن مما تكونت لجنة التحكيم تكونت من الأسادة وأساتد آخرين والمديرة وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ إذن السؤال الموالي هل كان اختيار الفائز والفائزة في المسابقة سهلا؟ لماذا؟ ماذا كانت نتيجة المسابقة؟ إذن لم يكن الاختيار سهلا لأن كل الرسوم والتعابير كانت جيدة فكانت النتيجة فوز جميع المشاركين وفي النهاية فوز الوطن من الشخصية التي استأثرت باهتمامي في جميع أجزاء النص لماذا؟ إذن شخصية أحمد لأنه كان واثقا من نفسه بأن العلم الوطني رمز للوطن السؤال الموالي ما الفكرة التي سأختارها للوحتي لو كنت من شخصيات النص إذن سأختار خريطة المغرب من طنجة إلى القويرة وسألونها بلون العلم الوطني أركب وأقوم أحدد الفكرة العامة للجزء الرابع إذن الفكرة العامة صعوبة اختيار لجنة التحكيم للفائز وعبر عن مضمون الجزء الرابع من طرأ من النص بأسلوب الخاص إذن قدم المتسابقون أعمالهم أمام لجنة التحكيم إلا أن الاختيار كان صعبا فأعلنت المديرة أن كل التلاميذ قد فازوا وأن الفائز الأكبر هو الوطن ما القيم التي أستخلصها من النص؟ إذن حب الوطن الإبداع التنافس الشريف أتذكر مضمون الأجزاء الأربعة وأسوغ من خلالها ملخصا للنص إذن هذا ملخص صغير نظمت الأستاذة مسابقة للتلاميذ في الرسم موضوعها التعبير عما يعني لهم الوطن شعر التلاميذ برغبة كبيرة للفوز بالجائزة فأطلقوا العنان لخيالهم فعبر سعيد عن الوطن بالأم التي تحتضن صغارها ورأت فيروز في الوطن كتابا مفتوحا تصطع منه شمس مشرقة أما منيته فعبرت عن الوطن بيد سخية تأخذ بيد ضعيفة فتقويها وتدعمها أما عمر فرسم أطفالا صغارا يجمعون القمامة ويضعونها في سلات وينقلونها إلى إعادة التضوير وهند عادت إلى الماضي وذكرت بأن الوطن هو أصلح الحضارة فهو عادات وتقاليد مختلفة بينما تتجول الأستاذة بين التلاميذ وتوجههم وتقدم لهم الملاحظات حول اختيار الألوان وضبط الخطوط والضرار تفاجأت لتعبير أحمد عن وطنه بالعلم الوطني الذي يدل على رمز البلاد والهوية الوطنية وفي النهاية قدم المتسابقون أعمالهم أمام لجنة التحكيم إلا أن الاختيار كان صعبا فأعلنت المديرة أن كل التلاميذ هم فائزون وأن الفائز الأكبر هو الوطن إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة حول النص المسترسل من كتاب في رحاب اللغة العربية للسنة السادسة ابتدائي